هنروح بقى لملف قطاع غزة والعدوان الاسرائيلي وسط مرار الحرب هل تتوقف الحرب بزيارة اخرى بلينك للمنطقة بيقابل فيها الاطراف المختلفة؟ الحقيقة انه طبعا ما يسمى بتساؤلات الفرصة الاخيرة لانه ناس كتير بتعول على هذه الزيارة مع المفاوضات او الجولة الاخيرة من المفاوضات اللي بتقودها القاهرة في محاولة ايضا لتقريب بجهات النظر والوصول الى اتفاق يمهد لوقف شامل لاطلاق النيران وبداية عملية اعادة البناء وايضا ادخال السلطة الفلسطينية في قطاع غزة واعادة ترتيب الاوضاع والتسهيل على اهلنا واخوتنا في قطاع غزة الحقيقة انه وزير الخارجية في المنطقة والناس بتنظر الى انها قد تكون الفرصة الاخيرة قبل تدخل اسرائيلي مرتقب بيتم الاشارة اليه في تصرحات مختلفة البعض بيعتبرها قد تكون جدية البعض بيعتبرها على سبيل الحرب النفسية ولكن انه هذه الزيارة بتحمل في زيارتها في طياتها طبعا امل مهم وكبير لوقف حالة الحرب هو كان لديها اجدى تصريحات طبعا بلينك ستتوجه للاردو واسرائيل والسعودية وكمان كان حديث النهاردة انه حان الوقت لاطلاق صراح الرهائن الاسرائيليين وبيتكلم انه تم اعطاء ما يعني يشبه شروط جيدة لحركة حماس وما عليها الا ان توافق هذه المرة وفقا لتصرحاته فخلونا نتعرف مع حضراتكم عن افاق هذه الزيارة وما يمكن ان تقدمها هل نحن قريبين من اتفاق اخير ولا ايضا ستتعطل هذه المرة